أكد سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة مع صربيا والحرص على تعزيز التعاون السنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد مالوش فوتشافتش النائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا وذلك بحضور الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس نقل تحياته وتقديره للرئيس أليكزاندر فوتيتش رئيس جمهورية صربيا مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع كذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصيضة من جانبه نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي تحياته وتقدير الرئيس الصربي للسيد الرئيس مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية الصربية من ازدهار خاصة في ضوء زيارة السيد الرئيس لصربية في يوليو 2022 وما نتج عنها من زخم متصعد كما تمنا ما يشهده الحضور المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية من تنامي وفعالية تحت قيادة السيد الرئيس فضلا عن الجهود المصرية الحاسمة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي بالإضافة لدعمهما للاستقرار والأمن والتنمية منوها في هذا الإطار بما شاهده خلال زيارته لمصر من تطور تنموي وعمراني مضطرد وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبلة عزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والأمني بين البلدين بالإضافة إلى التبحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك لسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً